ترجمة نانسي قنقر ثنان اخدام أحرف العطف في اللغة الألمانية انتظر حتى يتوقف المطر يأتي حرف العطف يسحب الفعل إلى آخر الجملة ولكن يصرف حسب الضمير انتظر حتى انتهي أثرت البس سحبت الفعل إلى آخر الجملة ولكن يصرف حسب الضمير لاحظ الفعل بين صرف حسب الضمير أي لا يعود إلى صغة المصدر حرف العطف في اللغة الألمانية سحب الفعل إلى آخر الجملة وصرف حسب الضمير إِحْ وَأَنَا أَنْتَذَرْ بِسْ مَيْنَ هَاغَ دُرُكَنْ زِنْدِ إِحْ وَأَنَا أَنْتَذَرْ حتى يجوفو شَعْرِ بِسْ حرف عطف مَيْنَ هَاغَ شَعْرِ قُلْنَا هُنَا مَيْنَ هَاغَ لِأَنَّا الشَّعْرِ فِي سِغَتْ أَجْجَمَعَ لَا نَقُلْ شَعْرَ نَقُلْ شَعْرِ مَيْنَ هَاغَ شَعْرِ تُرُكَنْ أي جاف زِنْدِ وضعنا الفعل هنا زِنْد في سيغة الجمع لماذا في سيغة الجمع؟ لأن مَيْنَ هَاغَ يَجْمَع الشعر لأقول أنتظر حتى تجوف شعر إنتظر حتى تجوف شعر إِحْ فَأَرْتُ بِسْتَرْ بِسْتَهِنْ تو أَنْدُ إِحْ فَأَرْتُ بس در فيل تا bodiesت أنا أنتظر بس حتى در فيل در بالمكان تصريف الأفعال تأخذ مكان الـ در في تصريف الأفعال تأخذ مكان ارتنا أنا أنتظر بس در فيل حتى الفل dengan ينتهي ينتهي تو اند يعني ينتهي است حتى ينتهي يكون انتهى وايضا بس تأتي بس معناها حتى أو إلى ونستخدمها ايضا في الساعة من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة أو حتى الساعة العاشرة بس حرف عطف اللغة الألمانية معناه حتى أو إلى بس حرف عطف اللغة الألمانية معناه حتى أو إلى إيش فارت أنا أنتظر بس دي أمبل جرون إست بس حتى دي أمبل وهي إشارة المرور جرون إست تكون خضراء إست لاحظ سحبت البس الفعل إلى آخر الجملة وصرف حسب الضمير دي أمبل الدي هي أداة التعريف في اللغة الألمانية أداة المؤنس بالمؤنس يقابلها بالأفعال زي 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 فان فارس تو إن أولاو فان فارس تو إن أولاو متى ستسافر بإجازة نخ فوردن زومة فاغين نخ حتى فوردن من قبل فوردن من قبل زومة فاغين جملة وتعني حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية ي نخ بيفور دي زومة فاغين بيجينن ي نعم نخ حتى بيفور من قبل نخ بيفور حتى من قبل نخ بيفور إحفظها حتى من قبل دي زومة فاغين العطلة هنا بصغة الجمعة دي زومة فاغين العطلة عطلة تتكوى من أكثر من يوم لذلك نقول عنها جمع بيجينن بيجينن أدي الجمع تأخذ في الأفعال المكان زي زي بيجينن هم بدأوا العطلة الصيفية بدأت بيجينن حالياً حرف العطف بيفور بيفور واش دين هند بيفور دو ديش عن دين تيش زت واش دين هند اخسل يديك بيفور قبل قبل دو ديش عن دين تيش تيش زت لاحظ صحبة بيفور الفعل إلى آخر الجملة وصرف حسب الضمير ضمير من دو 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 زت زت بالأ يأتي مع الأكوزاتيف لذلك قلنا هنا ديش متى نضع ديش إذا أتى الفعل عندما يكون الفعل بصغة الأكوزاتيف كيف أن مياز عندما يكون الفعل بصغة الأكوزاتيف لا توجد قاعدة للأسف ويجب أن تحفظهم بصم هناك عدة أفعال تأتي مع الأكوزاتيف وعدة أفعال تأتي مع الداتيف زت يأتي مع الأكوزاتيف أغلق النافذة قبل أن تخرج أيضا ساحبت الفعل إلى آخر جملة ولكن صرف حسب الضمير هنا الضمير دو متى ستأتي إلى المنزل وان متى وهو ورطة فراجة أي هي كلمة من الكلمات السؤال في اللغة الألمانية كمستو في الموقع الثاني في الجملة نحوز إلى المنزل نح ديم أنتغيش بعد الدرس نح ديم ديم أنتغيش لاحظ كلمة نح سحبت الفعل إلى آخر الجملة ولكن بقي كما صرف مع الضمير هنا في الجملة من هو الضمير دي أنتغيش قلنا سابقا الدع في تصرف الأفعال تأخذ المكان بعد كل فيديو سأعطي خمس أفعال أو كلمات وهؤلاء الخمس أفعال مهمة جدا ومستخدمة بكثرة لاغن شكا آف غويمن نظفة إن فورميغن أبلغة شتط فندن حدث هير شتلين صنع انتهى الدرس أتمنى أن تشترك في قناتي ولا تنسى الإعجاب لكي تشجعني على المتابعة ملاحظة شكرا لكي تشجعني على المتابعة ملاحظة